الاهرامات بوابة المسيح الدجال وعرش الشيطان سر الكون الاعظم بوابات العالم السفلي هل سألت نفسك يوما لماذا يتخذ الماسونيين واتباع المسيح الدجال من الاهرامات شعارا لهم ولماذا ايضا يتخذ عبدة الشيطان من الهرم الاكبر مكانا مقدسا لهم وكانت اخر هذه الاحتفالات حفل المطرب العالمي ترافيس وهو المقرر اقامته بسفح الاهرامات اليوم ويعلم جميع سكان الارض ان حفلات هذا المطرب يسخرها من اجل اقامة طقوس شيطانية فيعتقد رواد الماسونية بوجود بلورة سحرية داخل الهرم تمثل سر الكون الاعظم والتي وضعت داخل الهرم منذ الاف السنين ومن يستطع السيطرة على تلك البلورة سوف يتمكن من الحصول على سر الكون والسيطرة عليه وهو ما تقوم به مجموعة من الجماعات المنتمية للماسونية عن طريق طقوس غامضة داخل حجرة الملك ولا يمكن ان تقام في اية حجرة اخرى كما يدعون وفق عقيدتهم المزعومة الرغبة في اكمال قمة الهرم ليصبح 148 مترا عن طريق وضع هرم ذهبي اعلى القمة وهذا يعني قفل جسم الهرم واكتمل قمته مما يبشر ببداية عودة اليهود لمصر وخروج الدجال وبداية حكمهم للعالم اما بالنسبة لعبدة الشيطان يعتقدون ان الاهرامات تم بناؤها من قبل عبدة الشيطان ويستندون في ذلك الى شكل الاهرامات الذي يشبه الهرم المقلوبة وهو احد الرموز الشيطانية ويعتقدون ايضا ان الاهرامات تستخدم في طقوس عبادة الشيطان ويستندون في ذلك الى وجود بعض العلامات والرموز الشيطانية في الاهرامات مثل علامة الخماسي ويؤمنون بان الاهرامات هي عبارة عن بوابات الى العالم السفلي وأن عبدة الشيطان يستخدمونها للتواصل مع الشيطان الآن وبعد أن عرفنا علاقة عبدة الشيطان والماسونيين عبدة المسيح الدجال بالأهرامات وبهذه المناسبة سأكشف لكم اليوم سرا لم أكن أنوي كشفه في الوقت الحالي فما سأكشفه اليوم يعد من أخطر أسرار الماسونيين وعبدة الشيطان وحكام العالم سأعرض هذا الفيديو رغم أني أعلم أن ما يحتويه من معلومات خطيرة ربما تسبب مشاكل كبيره سأحدد لكم اليوم وبالدليل مكان المسيح الدجال وعرش الشيطان وعلاقتهم الحقيقية بالأهرامات والبوابة التي يحاولون من خلالها الدخول للدجال وتحريره من القيود في جزيرته كل هذه الأشياء سأثبتها لكم بالدليل الذي لا يقبل الشك أعلم أن هناك الكثير ممن ادعوا أنهم اكتشفوا مكان جزيرة المسيح الدجال ولكن اليوم سأثبت لكم مكانه وعلاقته بالهرم الأكبر تعالوا معي سنشاهد شيئا غريبا جدا طبعا في ناس منكم يؤمنون بأن الأرض كراوية وآخرون يؤمنون بأن الأرض مسطحة وهناك من لا يعرف شكل الأرض إلا من خلال الخرائط التي تعلم عليها في المدارس في هذا الفيديو سأريكم مكان جزيرة المسيح الدجال في الخرائط الثلاثة فهيا بنا نبدأ أولا بالأرض الكراوية انظروا معي ماذا يوجد في هذا المكان نقرب الصورة أكثر إنه الهرم الأكبر الأسطورة الأعظم في العالم ولكن ما هذه الخطوط المرسومة هنا دعونا نتتبع تلك الخطوط لنرى أين تصل بنا فلنبتعد قليلا حتى نستطيع رؤيتها بالكامل أين نتجه الآن هناك خط يتجه شرقا والآخر يتجه غربا فلنسير وراء الخط الغربي ونرى أين يصل بنا ما هذا إنه مثلث برمودة الشهير إن الهرم يقع على نفس الخط مع مثلث برمودة أعتقد أنها مجرد صدفة والآن لنذهب ونرى أين يتجه الخط الخارج من الهرم الأكبر ويتجه شرقا ولكن انتظروا تعالوا أولا نقيس المسافة بين الهرم ومثلث برمودة إنها تساوي 9792 كيلو متر نعود مرة أخرى للهرم ونسير مع الخط المتجه شرقا ما هذا المكان؟ ماذا؟ إنه مثلث التنيني أو ما يسميه شعوب شرق آسيا ببحر الشيطاني والذي تحاك عنه حكايات مثل تلك التي نسمعها عن مثلث برمودة ما هذه الصدفة الغريبة؟ لقد بدأ الشك يساورني هل أنتم أيضا كذلك؟ دعونا نتأكد من الأمر ونقيس المسافة من الهرم وحتى مثلث التنيني غير معقول إنها تساوي 9792 كيلو متر هل لاحظتم شيئا؟ إن الهرم الأكبر يقع في منتصف المسافة بين مثلث التنيني شرقا ومثلث برمودة غربا ليس هذا فقط إنهم الثلاثة يقعون على خط واحد لكن ما هي هذه النقطة؟ إنها تقع على نفس الخط الخارج من الهرم ومتجه شرقا إلى مثلث التنيني وقريبة جدا من الهرمي تعالوا نلقي نظرة عليها عن قرب إنها محطة سيزيم التابعة لوكالة سيرن والتي تكلمنا عنها في حلقة سابقة وأنها المكان الذي يستخدمه الماسونيين لفتح بوابة للوصول لجزيرة المسيح الدجال لفك قيوده والتي أقاموها هنا بعد فشل المؤسس الأمي والموجودة على حدود فرنسا وسويسرا من فتح البوابة هناك فلم يجد أمامهم إلا أن يتبعوا كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال إنه خارج خلة بين الشام والعراقي لقد بدأت الرؤية تتضح شيئا ما ولكن هناك من لا يؤمن بتلك الخريطة وأنا منهم فلنذهب إذن لخريطة الأرض المسطحة فربما كان هناك الكلام مختلف انظروا بأنفسكم فالأمر لا يحتاج إلى أي تعليق إنهم جميعا على نفس الخط والمسافة بل ويشكلون سويا شكل المثلث مثل ما حدث في خريطة الأرض الكراوية فلنتأكد أيضا من خريطة الإحداثيات والتي كنا ندرسها في حصة الجغرافيا الشريرة في المدرسة سبحان الله لم يختلف الأمر فكل شيء كما هو كما ترون مثلث التنين والأهرامات ومثلث برمودة يقعون جميعا على خط واحد ولكن انتظروا يبدو أن هناك مفاجأة أخرى ما هذا الرقم؟ إنه خط العرض الذي يمر بالأهرامات ومثلث التنين ومثلث برمودة إنه 29.9792458 هل سمعتم عن هذا الرقم من قبل؟ هيا لا تتركونني أقول كل شيء وحدي هل تذكرتم أين سمعتم بهذا الرقم؟ نعم إنه بالضبط يساوي سرعة الضوء وهو 299.792.458 والتي يجمع كل علماء الفيزياء حول العالم إنه في حالة الوصول إلى سرعة الضوء فإن الأجسام حينها ستتخطى الزمان والمكان وهو ما يعمل عليه مشروع سرن والذي يسعون من خلاله الوصول بمسرع الجسيمات إلى إيجاد الطاقة اللازمة للوصول لسرعة الضوء والتي ستسمح لهم في النهاية لفتح العالم الموازي والوصول لجزيرة الدجال وفك قيوده وذلك بعد التغلب على الزمان والمكان من خلال سرعة الضوء هل كل ذلك صدفة أيضا؟ دعونا نعد إلى شيء قد نسيناه وهو المسافة بين الهرم ومثلث برمودا والمسافة بين الهرم ومثلث الشيطان وقد كانت 9792 كيلو متر ألم تلاحظ أنها الأرقام الوسطى في سرعة الضوء ودائرة العرض التي تمر بالأهرامات ومثلث التنين ومثلث برمودا أين أنت ذاهب؟ هل تعتقد أن الأمر قد انتهى؟ أنت مخطئ فنحن ما زلنا في البداية سنذكر الآن القليل عن مثلث برمودا ومثلث التنين نبدأ أولا بمثلث برمودا المثلث البحري الأكثر خطورة وهو المكان المحرم على السفن والطائرات المرورة من خلاله فمن يذهب هناك لن يعود إن معظم التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن نحو 50 سفينة وهو عشرون طائرات اختفت في هذه المنطقة على مدى السنوات المئة الماضية وفقد الكثير من علامتنها تعود قصص اختفاء السفن والطائرات الغامض في مثلث برمودا إلى القرن التسعة عشر ففي عام 1880 اختفت سفينة تدريبية أبحرت من جزر برمودا واختفى كذلك طاقمها من علامتنها وفي عام 1918 اختفت سفينة شحن تابعة للبحرية الأميركية تدعى وفقد 308 أشخاص من طاقم السفينة والركاب كانوا على متنها بعد مغادرتهم جزيرة بربادوس وكانت السفينة محملة بآلاف الأطنان من المنجنيز والعجيب أن السفينة والركاب لم يعثر لهم على أثر وفي عام 1945 اختفى سرب من خمسة قاذفات توربيد أميركية فليت تسعة عشر أثناء تحليقها فوق منطقة مثلث برمودا وفقد 14 طيارا ومساعدا كانوا على متنها وما زاد الأمر غموضا أن طائرة الإنقاذ بي بي ام مارينر التي أرسلت للبحث عن القاذفات الخمسة وكان على متنها ثلاثة عشر شخصا اختفت أيضا فوق المثلث وذكر المحققون التابعون للبحرية الأميركية أن سبب الحادثة مجهول وبعد هذه الحادثة مترادفات وحتى الثمانينيات من القرن العشرون الماضي اختفت خمسة وعشرون طائرة صغيرة أثناء تحليقها في المنطقة ولم ينتشل أي حطام لأي طائرة أو سفينة من مثلث برمودا كانت هناك الكثير من التفسيرات حول تلك الحوادث الغامضة فهناك من قال إنها منطقة خاصة بالفضائيين وهناك من قال إن فيها جزيرة المسيح الدجال وهناك من وضع تفسيرات علمية وفيزيائية لهذه الأحداث ولكن كل هذا غير حقيقي بالمرة فمثلث برمودا هو عرش إبليس واحتى نعرف لماذا هو عرش إبليس دعونا نعود بالزمن للوراء عندما نزل آدم وحواء مع إبليس على الأرض هبط آدم وحواء من السماء إلى الأرض وتحديدا في الهند كما ذهب أكثر المفسرين في حين هبط إبليس في دستوميسان على مقربة من البصرة وهبطت الحية التي استخدمها إبليس في غواية آدم في أصبهان وتاب الله على آدم وحواء ووعدهما بالفوز بالجنة إن اتبع هداه وبالنار إن ضلن السبيل فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولم يخمد إبليس نار عداوته لآدم رغم ما فعله بطرد أبو البشر من الجنة فكان يمني النفس أن يحرم عليه الجنة للأبد تماما كحاله لكن ما العمل فهو يرى أن عداوته قد انكشفت ولم يعد بإمكانه مواجهة آدم الذي هو على طاعة الرب قائم مات آدم وحواء وظن إبليس أن بموتهما انتهاء لهروبه من المواجهة وأن بإمكانه الظهور علنا للبشر وشن حربه عليهم لأنهم ضعفاء لا يقدرون على المواجهة فظهر للعلن ومعه خلق كثير من شياطين الجن والمردة والغيلان ليبسط نفوذه على الحياة في الأرض لكن الله شاء أن ينصر بني الإنس على الجيش الإبليسي الذي أسسه إبليس من الجن والمردة والغيلان حين نصرهم برجل عظيم اسمه مهلايل وهو مهلايل بن قينان بن أنوش بن شيث عليه السلام بن آدم عليه السلام ويروى أنه ملك الأقاليم السبعة وأول من قطع الأشجار قام مهلايل بتأسيس مدينتين محصنتين هما مدينة بابل ومدينة السوس الأقصى ليحتمي بها الإنس من أي خطر يهددهم ثم أسس جيشه الإنسية الذي كان أول جيش في حياة الإنس للدفاع عن بابل والسوس الأقصى وقامت معركة رهيبة بين جيش مهلايل وجيش إبليسا وكتب الله النصر بها للإنسي حيث قتل بها المردة والغيلان وعدد كبير من الجاني وفر إبليس من المواجهة بعد هزيمة إبليسا وفراره من الأراضي التي يحكمها مهلايل ظل يبحث عن مأوى يحميه ومن معه من شياطين الجن الخاسرين في المعركة ضد مهلايل واختار أن يكون هذا المأوى بعيدا عن مواطن الإنسي يبني به مملكة يحكمها وتجمع شمل قومه شياطين الجن الفارين من غزو الملائكة آنذاك فأي مأوى اختار إبليسا لبناء مملكته طاف إبليسا في الأرض بحثا عن المنطقة الملائمة لبناء حلمه ووقع اختياره على منطقة مثلث برمودا وكان اختياره لهذه المنطقة لأسباب عدت هي تقع منطقة مثلث برمودا على بعد آلاف الأميال عن المناطق التي يستوطنها البشر آنذاك أراد إبليسا أن تكون مملكته في المواطن التي فر إليها معظم شياطين الجن إبان غزو الملائكة والتي كانت لجزر البحار التي يصل تعدادها عشرات الآلاف استغل إبليس قدرات الجن الخارقة في بناء المملكة والتي كان من أهم تلك القدرات التي تلائم طبيعة البحر ما ذكرها القرآن الكريم والشياطين كل بناء وغواص وبعد ذلك وضع عرشه على الماء وأسس جيشه من شياطين الجن الذين التفوا حوله في مملكته ينفذون كل ما يأمرهم به قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة ووضع إبليس للحياة مكانة خاصة عنده جزاء ما قدمته له الحية في السماء من مساعدة تسببت في خروج آدم وحواء من الجنة وذلك بأن جعلها من المقربين لعرشه في مسلد أبي سعيد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صائد ما ترى؟ قال أرى عرشا على البحر حوله الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذاك عرش إبليس ولم يكن إبليس وشياطين الجن فحسب من تسنى لهم بناء مملكة قوية بل أيضا الإنس بنوا حضارات عظيمة حتى غدا العالم لبني الإنس قرية صغيرة ولم يعد المكانين المنعزلين عن العالم المسميين برمودة والتنين غائبتين عن عيون الإنس ذلك أن بفضل التكنولوجيا المتطورة التي اخترعها الإنس من طائرات حلقت في السماء وسفن طافت البحارة وغواصات بلغت كل قاع جعلت كل شيء تحت مرمى الأبصار وظلت مملكة شياطين الجن آمنة لعصور عدة لكن ما إن عرف الإنس ركوب البحر ومرورهما بمنطقة مثلث برمودة إلا وأدرك شياطين الجن الخطر الذي يهددهم فاختطفوا أعدادا من السفن والقوارب والغواصات والطائرات التي ربما رأت سرا عن عالم شياطين الجن فخشي الجن افتضاح أمرهم وبالتالي خسارة مملكتهم كما خسروا من قبل الأرض التي كانوا وحدهم يعيشون فيها وخسروا معركتهم مع مهلايل الذي شردهم عن الأراضي القريبة من مواطن الإنس فعمدوا إلى خطف كل طائرة وسفينة تمر من هناك حتى حققوا بذلك نصرا عندها صدر قرار دولي بمنع الملاحة في منطقتين مثلث برمودة ومثلث التنين أسمع البعض يقول أنا لا أؤمن بهذه الخرافات أقول له انتظروا واسمع هذا من الأحاديث النبوية يشير إلى أن هناك علاقة ما زالت بين إبليس والحية بعد الهبوط للأرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صائد ما ترى؟ قال أرى عرشنا على البحر حوله الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذاك عرش إبليس وهذا الدليل يؤكد أن هذه العلاقة قوية جدا فالحياة مقربة من العرش ولا يكون أحدا مقربا من العرش إلا إذا كانت له مكانة خاصة عند صاحب العرش وهناك معلومة علمية تشير إلى وجود علاقة غريبة وغامضة للحياة بمنطقة مثلث برمودة علاقة لم يجد العلماء لها أي تفسير وهي أمر تلك الثعابين التي تهاجر من أوروبا وأمريكا إلى بحر سارغس في منطقة مثلث برمودة في رحلات مستمرة من أجل أن تضع بيضها في قاع بحر سارغس لتموت بعد ذلك وما أن يفقس البيض إلا ويقوم الصغار برحلة العودة إلى مواطنها في أمريكا وأوروبا وتتم هذه الرحلات بشكل دوري والغريب في ذلك هو قيام الثعابين برحلة طويلة من أوروبا وأمريكا لكي تضع بيضها في قاع بحر لا يختلف عن قاع أي بحر آخر فما هو السر الذي يدفع الثعابين لفعل ذلك ربما أن هذه الثعابين تأتي لموطنها الأصلي الذي سكنته الحية الأم التي ساعدت إبليس في السماء والتي قربها إبليس إليه لتكون معه في مملكته جزاء ما قدمته له في السماء من مساعدة بالمناسبة حتى علماء الغرب لا يزالون لا يفهمون ظاهرة هجرة ثعابين البحر خصوصا إلى هذه المنطقة إن كنت لازلت لا تصدقوا تستطيع البحث عن هذا الأمر بنفسك أو تنتظر حتى نهاية الفيديو فما زال هناك الكثير من المفاجآت إذا كان إبليس هو من يسكن مثلث برمودا إذن من يسكن مثلث التنيني؟ إنها جزيرة المسيح الدجالي وهي منطقة أشد خطورة ورعبا من مثلث برمودا فما يحدث بمنطقة برمودا يحدث بالمثل في منطقة التنيني باختفاء تاما بلا أثر للسفن والطائرات لكن قليلا من الناس من يعرف أن هناك مثلثا آخرا مشابها لمثلث برمودا ورغم قلة الاهتمام بهذا المثلث وقلة شهرته بالنسبة لمثلث برمودا إلا أنه في الحقيقة يعد أخطر وأبشع منه كما أن خطورته عرفت قبل معرفة الناس بخطورة منطقة مثلث برمودا بسنوات عديدة وهو واحد من أكثر بقاع الأرض غرابة وغموضا والتي لا تقل إثارة عن مثلث الشيطان أو برمودا بل هو أكثر غموضا لأن أحداث الاختفاء به ظهرت قبل اكتشاف مثلث برمودا ومثلث التنين عرف ببحر الشيطان كما لقبه البعض يعد المحيط الهادي أكبر مسطح مائي على الأرض ويحوي في أعماقه الكثير من الأسرار والغموض حيث يقع به خمدق مريانا أعمق نقطة على الأرض وهي ليست ببعيدة عن بحر الشيطان ويقع مثلث التنين أو بحر الشيطان في المحيط الهادي وعلى بعد مئة كيلو متر من مدينة توكيو وتقع المنطقة الخطيرة تحديدا بين هوند كوند والفليبين وتايوان واليابان ويلقب بمثلث برمودا في المحيط الهادي نسبة إلى تشابه الغموض بينهما وحوادث اختفاء السفن والطائرات في كلتا المنطقتين في ظروف غامضة وتبدأ المنطقة الخطيرة من مئة وعشر كيلو متر من الساحل الشرقي لليابان وتنتهي عند الكيلو أربعمائة وتسعون أو قد تمتد للضعف وفقا لأحدث الأبحاث عن المنطقة ويعد بحر الشيطان من الأماكن الأكثر شهرة وغموضا وقدما حيث يعود تاريخ اكتشاف المنطقة أو بدأ الحديث عن حوادث الاختفاء بها منذ أكثر من ألف عام وتقول الأساطير بأن هناك تنين أسطوري ضخم يسكن أسفل جزيرة بالمحيط الهادي هو المتسبب في تلك الأحداث الغامضة ولذلك سميت المنطقة الغامضة بمثلث التنين وقيل أن حفيد جانكيز خان حاول الإبحار أكثر من مرة في بحر الشيطان مما تسبب في فقدان وغرق أكثر من أربعون ألف جندي بل وامتد الأمر في عام ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون حين حاولت سفينة أبحاث يابانية اكتشاف المنطقة مما تسبب في غرقها واختفائها في ظروف غامضة ودائما ما تم الربط بين حوادث اختفاء الطائرات والسفن بمثلث التنين وأشهر حوادث الاختفاء في بحر الشيطان سفينة الأبحاث اليابانية والتي اختفت عام ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون في بحر الشيطان أثناء إجراء السفينة باكتشاف المنطقة مما تسبب في اختفائها وطاقمها المكون من واحد وثلاثون شخص طائرة الشحن الأمريكية سي سبعة وتسعون في عام ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون حلقت الطائرة فوق بحر الشيطان واتصلت طائرة الشحن الأمريكية ببرج المراقبة وأخبرتهم بأنها على بعد ثلاثمائة كيلو متر من توكيو ولكنها لم تصل أبدا واختفت الطائرة على متنها سبعة وستون عسكري وطائرة الخطوط الجوية الكورية حيث تسبب عبور طائرة الخطوط الجوية الكورية فوق بحر التنين إلى تعطل أجهزة الملاحة بها مما تسبب في فقد طريقها ودخلت لمسافات بعيدة في المجال الجوي السوفيتي مما تسبب في قصفها مخلفة ورائها واحدة من أبشع حوادث بحر التنين وحوادث الطيران بوجه عام وأدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم مئتان وتسعة وستون شخص ومن ضمن الحوادث حاملتي الطائرات طيهو واشكوكو واللتان أبحرت في بحر الشيطان أثناء حرب اليابان والفليبين مما تسبب في اختفائها تماما وطاقمهما والطائرات الحربية على متنها وسفينة يونانية كبيرة وتضم حاوية ضخمة من الشحنة فقدت بكاملها ولا أثر لتلك الشحنة الضخمة كما فقد الاتحاد السوفيتي ثلاث غواصات أعوام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون وألف وتسعمائة وأربعة وثمانون كما فقدت فرنسا غواصة أخرى في ألف وتسعمائة وستة وثمانون وقد حذرت اليابان من الإبحار بالمنطقة واعتبرتها منطقة إبحار خطرة ولكن أشهر حوادث الاختفاء على الإطلاق في مثلث التنيني كان اختفاء الطائرة الرئاسية للرئيس الفليبيني راملون ماتسايساي ومعه أربعة وعشرون شخصية من كبار رجال الدولة إلا أن الطائرة فقدت في مثلث التنيني دون مقدمات أو حتى أن ترسل نداء استغاثة ورغم جهود السلطات الفليبينية واليابانية الذين نهبوا الأرض نهبا للعثور ولو حتى على حطام الطائرة إلا أنهم لم يجدوا لها أدنى أثر كما لو أنها تبخرت تماما كل هذه الحوادث حقيقية مئة في المئة بل أن الحكومات في الدول المحيطة بتلك المنطقة قد حضرت تماما المرور فيها وليس هذا فقط لقد قرروا منع الحملات الاستكشافية والبحثية من محاولة استكشاف المنطقة فمن يذهب هناك لن يعود أبدا نأتي هنا لأمر مهم جدا وهو حديث عجيب عن النبي المصطفى هذا الحديث والذي سنذكره بعد قليل سيؤكد لكم كل ما قلناه سابقا نعرف جميعا أن الصلاة هي أهم أركان الإسلامي بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن هل كنت تعلم أن هناك ثلاث أوقات حرم النبي الصلاة فيهم تحريما مطلقا حيث قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بزغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميلة وحين تضيف للغروب حتى تغربة من المؤكد أن في هذه الأوقات أمر جلل حتى ينهانا سيد الخلق عن القيام بأعظم عبادة فيه وليس هذا فقط بل ونهانا عن دفن موتانا في هذه الأوقات أيضا رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يا علي لا تؤخرهن الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤا دعونا نسأل أنفسنا سؤالا لماذا اختار المصطفى وهو المبلغ عن رب العزة والذي لا ينطق عن الهوى هذه الأوقات الثلاثة ليحرم فيها الصلاة ودفن الموتى نعلم جميعا أن تحديد أوقات الصلوات مرتبط بحركة الشمس لذلك دعونا نرى أين تكون الشمس في تلك الأوقات الثلاثة بالنسبة للعالم الإسلامي عامة ومكة المكرمة خاصة في بداية شروق الشمس على العالم الإسلامي يبدأ من اليابان لذلك سميت اليابان بالأرض المشرقة لأن البشرية منذ بدء الخليقة يعلمنا أن هذا المكان هو بداية شروق الشمس على الأرض لذلك إذا نظرنا جيدا نجد الشمس في الوقت المحرم الأول وهو حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع تكون الشمس فوق مثلث التنين بالضبط وبعد ارتفاع الشمس في السماء بعد الشروق تكون قد تركت تلك المنطقة والوقت الثاني هو حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وفي هذا الوقت تكون الشمس كما ترون فوق منطقتنا العربية مباشرة ومن بينها منطقة الأهرامات والتي سبق وذكرنا مدى أهميتها وعلاقتها بمثلث برمودا ومثلث التنين والمنطقة الثالثة هي حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب وهي أيضا في هذه اللحظة تكون الشمس في طريقها فوق المحيط الأطلنطي في اتجاه مثلث برمودا هل علمتم الآن ما هي أهمية الهرم القصوى عند الماسونيين وعبدة الشيطان هل عرفتم الآن لماذا يحاولون دائما إقامة حفلاتهم وتقوسهم الغريبة داخل الأهرامات هل عرفتم لماذا يضعون الهرم في كل شعاراتهم ولماذا يقدسون المثلثة هم يعلمون جيدا أن بالأهرامات الباب والقفل والمفتاح لعالم إبليس والدجال فكل ما سمعتموه وشاهدتموه في الفيديو ليس مجرد صدفة هم يعلمون الآن أنني قد كشفت أحد أهم أسرارهم ولذلك ربما عملوا على إيقاف الفيديو لذلك هذه مهمتكم أنتم في نشره على أوسع نطاق وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة